عطاف أكد عزم الجزائر مواصلة دورها الريادي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنف والجريمة المنظمة في القارة الإفريقية وفض النزاعات فيها عبر الطرق السلمية والديبلوماسية واستكمال إنهاء الاحتلال في آخر مستعمرة إفريقية في الصحراء الغربية انطلاقا من قناعتنا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب بيئة مستقرة وآمنة ظلت الجزائر عاكفة على المبادرات الدؤوبة لحل السراعات واستدباب الأمن ومكافحة ظاهرتي الإرهاب والتطرف العنف والجريمة المنظمة العامرة للحدود في جوارها وفي كامل ربوع إفريقيا وبالرغم من الإنجازات المحققة في هذا المجل ستظل مسيرتنا غير مكتبلة ما دمنا لم نتخلص نهائيا من شبح هذه الأفات وقبل ذلك ما لم نحققه الهدف الأصيل للأباء المؤسسين لنيل الحرية والانعتاق من الاستعمار المقيت لصالح كافة الشعوب الإفريقية فلا يمكن أن نقف اليوم مكتوفي الأيدي أمام معاناة شعب شقيق لنا لا يزال قابعا تهذه الدلال في آخر مستعمرة إفريقية في الصحراء الغربية فنحن مدعون أكثر من أي وقت مضى لإحقاق حق الشعب الصحراوي في الإنصافي وتقرير مصيرهم حق غير قابل للتصرف والتقادم حتى يتسنى لنا طي آخر صفحة من تاريخ الاستعمار في قارتنا العامة